إلى التفاصيل أهلا بكم أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد مارتين هوت أن الاستقرار في العراق والزهاره وسيادته الكاملة شرط أساسي للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها وبينما رحب بخطوات الحكومة في إجراء الانتخابات المبكرة ودراسة خيارات مراقبتها أوضح أن البعثة تبذل أقصى جهودها من أجل شطب العراقي من قائمة الدول عالية المخاطر وقال هوت في تصريح صحفي تعليقا على الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيره في العراق أنه في كثير من الأحيان تستخدم القوى الأجنبية العراق كساحة قتال بالوكالة لتنفيذ أجندتها الأقليمية مما يزيد من عدم الاستقرار الداخلي والأقليمي مشددا بأن على الجميع أن يدرك أن عراقا ضعيفا وغير مستقر لا يملك إلا أن ينتهي به الأمر كدولة فاشكلة مع تداعيات كارثية في المنطقة وخارجها وأن من مصلحة الجميع أن يساهم في قيام دولة عراقية مزدهرة ومستقرة وقوية وذات سيادة كشرط أساسي لاستقرار المنطقة بلد يزدهر على أساس العلاقات الجيدة مع جميع جيرانه على قدم المساواة وأساس السيادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر